موسيقى صبحكم الخير يوم الجمعة 6 أكتوبر 21 يوم الأمر مرافقنا لليوم الثاني على توالي من بش الحمل الناري وطبعا بعدنا كلنا تحت تأثيرات هالفول مون مبرش الحمل كيف رح بتكون أبراجنا مبلش مبرش الحمل بالنسبة لك نهار ممتاز نهار رائع من الأيام يلي فعلا أنت فيك تقرر على مسائل وتختار ومش تظلك محتار بالعكس تماما الأجواء جيدة لحتى تقول للي بقلبك أو تنطلق بشيء جديد مثل علاقة بتكتشف مثلا نقاط ضعف بعلاقة يمكن تكون صداقة أو إلى آخره الجو ممتاز لحتى فعلا أنت تنطلق بأسلوب جديد وبخطة جديدة تبقى المواليد الأكثر حظا 18 و 19 نيسان أبريل بنت إلا برش الثور بالنسبة لبرش الثور نهار بعده بطيء بالنسبة لألك نهار بأخرك نهار ما يعطيك حقك وبالتالي ما ضروري أنت تروح أشواط بعيدة لحتى تنافس أو يكون في عندك مشاركة قوية هيدا نهار لازم تنطر فيه لازم تضبضب فيه بعيد عن الأضواء بكرة وبعد بكرة فيك تعمل اللي بتريده وفيك تاخد القرار اللي أنت بتريده اليوم خليك مثل ما أنت ألكذر حظا نسبيا مواليد 11-14 أيار مايو تكمل مع برش الشوزاء بالنسبة لبرش الشوزاء نهار حلو بيسليك بيسليك لكن بطريقة إيجابية مش أنه عم نضيع وقت وهيدا نهار ضروري يكون فيه أنت عم بتشارك عم بتشارك بقوة عم تثبت حضور عم تثبت إرادة وأيضا يمكن يكون فيه لك دور فعال مع الأخيرين مع محيطك يعني يمكن يطلب منك تشارك تحكي تلقي كلمة أو تبادر للاعب دور وساطة الأكثر حظا بعده 19-20 حزيران يونيو بنت إيه لبرش السرطان بالنسبة لبرش السرطان المسئولية عندك موجودة ما فيه مفر منها هالمسئولية يمكن تكون طارقة يعني حدم أفراد العائلة بيدقلك بدوا حضورك بدوا اهتمامك بدك تشارك يمكن تترك العائلة لأنه فيه عندك مشاركة ضرورية بالعمل نهار متقلب بيطلب منك الهدوء والرواء والتعقل الأكثر حفظا 21-22 تموز يوليو كمل مع برش الأسد بالنسبة لبرش الأسد بيعتبر هيدا نهار بيسلط الضوء على خصالك الحلوة والجيدة هيدا نهار بيشجعك لحتى تطلع من الروتين والتقليد اللي انت بتحبه اليوم نهار ممتاز لمولو برش الأسد لحتى يشارك بتجارب جديدة وحلوة وممتازة أوي قلبك نهار رائع من ناحية الحزوز خاصة عند موليد 15-17 بنتقل لبرش العذراء بالنسبة لبرش العذراء هيدا نهار بيقلك انه الدقة التفاصيل الأمور الصغيرة بتكون تفكرها انت أمور صغيرة يمكن ما قالها أهمية اليوم مهمة بالنسبة لقلك حتى اليوم مولو برش العذراء أمور صغيرة هي اللي بتدلك على الطريق الصحيحي هي اللي بتعطيك مفتاح النجاح اليوم نهار جيد جدا إذا بتشتغل هيدا نهار تابع فيه التفاصيل والمعلومات المهمة تبعها مع هالاختصاص وانتبه لمسائل صحية لسيما إذا كنت من موليد 10-14 أيلو سبتمبر كون حذر بنت إلا برش الميزين مولود برش الميزين ضروري اليوم يكون في إلك مساهمة إيجابية فعالة مع الآخرين هيدا نهار حلو لحتى تشارك فيه بطريقة إيجابية صحيح أنت بتحس حالك أنه أنت لازم تفرض رأيك وانت مسيطر وفعلا أنت ناجح لكن ضروري اليوم أنه أنت تاخد بعين اعتبار أفكار واقتراحات الآخرين ما تعمل المشكل وقتل بتتجنب المشكل تطلع أنت الربحان مش الخسران الأكثر حظا بنت إلا برش العقرب الوضع عند مولود برش العقرب اليوم تعبين يمكن أصلا أنت تعبين جسديا المسائل بحاجة إلى تنظيم إلى إدارة جيدة الاهتمام بالوقت عينك على ساعة دايما الوضع الصحي به حاجة لاهتمام ما تزيد اليوم الاعتدال بنسبك وما تأجل أمور صعبة لليومين المقبلين نهار طويل طويل ما بيخلص وما تجازف صحيا الأوفر حظا بالرغم من هالجو هي موالي 13 لا 15 نوفمبر 20 التاني بنت إلا برش القوس مولود برش القوس نهار ممتاز بيخليك تكون من الأشخاص المميزين يمكن حتى المتفوقين نهار ممتاز بيعطيك حقك وحبة مسك الزيادة الأجواء رائعة للمصالحة للتلاقي للتعارف للارتباط لتوقع على ورقة التوقيت ممتاز أخبارك سارة وهناك انفراجات عديدة وعديدة قوية الأكثر حظا موالي ديسمبر لكن يكونوا حاضرين 14 و15 نكمل مع برش الجدي بالنسبة لبرش الجدي هيدا نهار متقلب هيدا نهار يمكن ما يحمل لك ثبات يمكن ما يحمل لك وضوح في بعض المسائل المشكلة اللي بيصير الخنائق اللي بتصير الجدال اللي بيصير بينك وبين الآخرين خاصة مع عائلتك نوعا ما بيزعلك وبيخليك تحس بعيدة زنب الجو ما بيحمل تأزيم المشاكل خاصة انه بكرة وبعد بكرة الأمور تبدو ألطف فحاول من اليوم تقول لحالك انه ما في لزوم تعمل مشكلة تفيدى المشاكل وحاول تلعب دور إيجابي وألطف أكتر ببيتك الأكثر حظا مواليد 11-12-13 كنون الثاني يناير مكمل مع برش الدلو مولود برش الدلو إذا بعد في عندك شي تحكي يحكي اليوم مش بكرة اليوم نهار ممتاز لحتى تسافر ترجع من سفر تحكي تقدم أوراق تفاوت تثبت نقطة معينة دافع عن حقك وأيضا لحتى نوعا ما تتواصل مع الآخرين أو بينك وبين حالك تعد تكتب إذا في عندك شغل اشتغله لأنه اليوم يبدو كأنك قادر أنه تشتغل بسرعة بفعالية وأفكارك قوية جدا الأكثر حظا 17-18 شباط فبراير بنتقل لبرش الحوت بالنسبة لبرش الحوت نهار جيد هيدا نهار بيحمل نوع من ربح نوع من مكسب لألك يمكن بتكسب ثقة وثقة أحد الأشخاص الاختصاصيين بالنسبة لألك هذا شيء كتير مهم خاصة إذا عم بتفاوض عن مسألة أو عم تحكي بمسألة أو بدك تيسر معاملة معينة لكن جميع الأحوال يمكن تضطر أنك تعطي من ذاتك من وقتك وتسهل الأمور بدل ما تعقدها قالوا فرحاتنا 7-8 أدار مارس بختم مع مولود اليوم بالنسبة للمولود اليوم سنة كتير مهمة معقولة تسمح هيد السنة بزواج أو بارتباط أو يمكن بعقد عمل جديد سنة كتير مهمة لحتى تنتبهوا لتوقعاتكم لتموحاتكم ويمكن حتى لأمالكم اللي حاطينا أكتوبر شباط فبراير حزيران يونيو هني أفضل أشهر إلى اللقاء بكرة برا جديد باي باي اشتركوا في القناة